قرار رفع أسعار المحروقات بنسب تراوحت من 3% إلى أكثر من 8.5% لاقى حالة من عدم الرضا في الشارع الأردني فالحكومة نفذت توجهها بإضافة ضريبة مقطوعة على المحروقات وصلت في حدها الأعلى إلى 7 قروش على صفيحة البانزين فئة 95 أكتان فيما أبقت على سعر اصطوانة الغازي والبالغي حوالي 10 دولارات المواطن لمس الفرق في ارتفاع الأسعار عندما توجه لتعبئة سيارته بالوقود سأجت الشهر الماضي رفع أظن تقريباً دينار ونص على التنكي أو دينار وعلى الشهر اللي قبله كمان أجت رفع وهذا الشهر أجت مكمل أيام رفع أقوى من الشهرين الماضيين أنا لما كنت أحط فرضاً بعشرين باثنين وعشرين هلأ صرت أحط بخمسة وعشرين وستة وعشرين هلأ بدي أدفع حوالي ليرتين أو ثلاثة في كل تعباية أنا بالشهر بعبي حوالي ثلاث مرات أربع مرات معناته بحط اللي عشر واثنى عشر ليرا إذا بدك تحسبهم بالسنة بعملولهم مئة ومئة وخمسين ليرا خبراء الطاقة يتحدثون بلغة الأرقام عن حجم المبالغ المتوفرة من فرض ضريبة مقطوعة على المحروقات ويقولون إن أكثر من ثلاثمائة مليون دولار ستجنيها الحكومة سنوياً بعد تطبيق التسعيرة الجديدة المجمل الرفع كان أو التعديل الأسعار بالشقيه كان حوالي تقريباً 7.5% إلى 8.5% تحمل الفرق الكبير هو بنزين 95 لأنه فرض عليه ضريبة بالكامل دون أن تحتسب ضريبة أو فرق أسعار المشتقات النفطية عالمياً هذه الأرقام بمجملها سيتأتمنى حتى نهاية هذا العام من البنزين بشقي والكاد والثور ما لا يقل عن 200 إلى 225 مليون دينار على عدى عن الأسعار التي ستطرأ بالارتفاعات خلال الأشهر القادمة ضمن حزمة من الإصلاح الضريبي تنوي الحكومة اتخاذ قرارات اقتصادية غير شعبية مثل توحيد ضريبة المبيعات وفرض ضرائب جديدة على سلع وخدمات كالاتصالات واستخدام الإنترنت وتهدف بذلك لتوفير مئات الملايين من الدولارات تحتاجها الخزينة بشكل كبير بعد ارتفاع أسعار المحروقات موجة جديدة من الضرائب والغلاء تضاف إلى قائمة الإجراءات الحكومية التي ستفاقم التضاقم ويبدو حتى الآن أن جيوب الأردنيين هي الخيار الوحيد الذي تعتمد عليه الحكومة لسد عجز الموازنة وتحقيق وفرا ماليا للخزينة نايف مشاقبة سكينيوز عربية عمان